موسيقى موسيقى سبعة فولي سبعة جمال ابطال تاني عدادي وده لسن 3 و 4 3 و 4 5 طبعا وده الفوكاب الفوكاب الجديد فرصة تقرأ كله وتحفظ المعنى العربي خطر pink خطر الزمد انراتي تقرأ حمام تضري كواciu وإ conviction اموذج رسالة الكلمة أطفال جميعات أحتاج غوات لتنفع تي مجرم ملع أعجب احجب حياة تبع حياة كاري راستران برو ألعان جيد كاري سيطر جديد محطة محطة travel route describe ending charge sorry change change feed fed fed take talk taken no new knowing forget forgot forgotten bring brought brought feel felt felt cut 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 فار from terrible معناها bad وعكسها good. المهم عندي في القزة بتاع reading داركز معي كواز جدا جدا جدا. Life is around the world. الحياة حول العائلة. Tell us about your life. حكلنا عن حياتك. What are your hobbies and interests? ما هي الهوائات وممتلك اهتمامات. What is the typical day in your life? ما هو اليوم النمطي النموذجي في حياتك. الذي تقوم به على طول باستمرار. What job do you want to do one day? الوظيفة التي تحب تعملها في يوم الأيام. نسمع الإجابات. و المفروض حضرتك تعمل براجراف كيها بالظبط. نشوف شهانا بتقوله. My name is Shehana. I am from انا من الهند عيشة في قرية مع ايدي و ايدي و ايدي و ايدي اتشارك حقرا هي عيشة مع اختها و اخوها و والديها و اتشارك حقرا مع اختها و اخوها و والديها و اخوة الطاب و اخوة الطاب هناك حنافية مخططة اخوة الطابة من نهاية الشارع هناك حنافية جميل منها مياه انا اعطي الوطر من الطاب انا اذهب لها مياه مياه كل صباح ثم انا جميعا لدينا ايدي و اخوة نفطر كلنا نحن بقيت بحاجة مياه عيش مع فنجان شاي كده بابا بشتغل في محياة I have two jobs بتشتغل وظيفتين to do او مهمتين تعملهم في حياتها jobs هنا مش ملازم معناها وظيفة ممكن يكون معناها مهمة في الحياة طب ايه هي مهمتك في الحياة وانت صغيرة كده to do when I get up from school لما get home get home from school لما ارجع البيت من المدرسة I feed the chickens المهمة الاولى انها بتطعم الدجاج feed the chickens then I help my mom make dinner وبتساعد مامتها في العشاء تجهيز العشاء after dinner I do my homework بعد العشاء اعمل واجبي sometimes I help my brother وبعد كده بتعملي الواجب وبعد كده احيانا احيانا بتساعد my brother and my sister and sister to do their homework بتساعد اختها وافوها انهم يعملوا الواجبات واضح ان هي اكبر to then I go to bed وبعد كده بروح انهم دي الجزء الاول في reading بتاعتنا تمام طبعا هنا واضح جدا المعاناة اللي كانت بتعيشها في الهند هنا برضو the railway the railway children اللي هما اللي هما اولاد السكة الحديث وريل ويتشلدرن يمكن دي قصة على ستة ابتدائي في ال all اللي هو في المستوى الرفيع الناس اللي في الفيوتر مثلا عندي future 10 بياخدوا three chimneys او اللي فيها بيحكي عن railway children it is نشوف كده railway children بتحكي ازاي او الرواية دي بتحكي ايه it is the 19th roperta roperta her younger brother وخوها صغيار peter and their little sister وخوها صغيارة phyllis live with their parents بعيشوا مع والديهم in london they have a big attractive home with a large garden بيت كبير جزاب حلو وكنينة كبيرة فخمة one terrible day two men take their father away from home في يوم الايام جوم اثنين بشعين اثنين اشخاص ما يعرفهمش واخدوا ابوهم بعيدا بسبب مشاكل معينة خدوه بعيدا عن البيت the children don't know where he is going or why الاولاد مش عارفين وامامتهم مالت لهمش حاجة خالص عن اللي بيحصل the children move from the city with their mother انتقلوا مع مامتهم من المدينة والبيت الحلو ده خالص to a small house near a railway line لبيت صغير جنب railway line جنب السكة الحديد the family are poor دلوقتي العيلة بقت فقيرة and life is very different from for them والحياة بقت مختلفة جدا بالنسبة لهم مش زي الاول the children have lots of adventures طبعا لما ينتقلوا من مكان لمكان فطبعا في اختلافات وفي مغامرات بالنسبة لهم وفي صعوبات مكانوش شايفينها في البيت المرفه الغالدة فلما يروحوا بيت فقير جدا جنب الخط السكة الحديد ففي مغامرات طبعا ملهاش اول والاخر هيعيشوها adventures near the railway line تمام عشان كده بيسموها the railway children the railway children تمام اطفال السكة الحديد تمام a kind old man who travels on the train everyday becomes their friend اتصحبوا على راجل طيب عطوب بيسافر كل يوم وبقى صاحبهم the old man who helped the family الراجل العجوز الكبير ده helped the family in many ways ساعد العيلة بطرق كتيرة مختلفة عادي ساعدهم تمام he helped their father too وساعد كمان باباهم في المشكلة بتاعته because their father is in prison لانه في الوقت ده كان هو في السجن بس هي مخبيه عليهم انه باباهم في السجن for something he didn't do لانه كان في السجن الحاجة هو ما ارتكبهاش يعني هو اصلا كان في السجن ومظلوم he didn't do finally their father comes home واخيرا باباهم رجع البيت بسلامة the family is so happy to be together again and after that بقوا ساعداء في النهاية شكرا شكرا